تتصم العلاقة المصرية والإماراتية بأنها علاقات تاريخية ونموذجية في كافة المسارات حيث تميزت دائما بأنها قائمة ليس فقط على الأخوة والصداقة بل كذلك على الفهم الوقعي المتعمق والدقيق للظروف المنطقة والعالم المزيد مع الزميلة ليل عمر أهلا بكم مصر والإمارات علاقة تاريخية ونموذجية في كافة المسارات تميزت دائما بأنها قائمة ليس فقط على الأخوة والصداقة بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة وهو ما يمنح هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمان يعود تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلى ما قبل عام 1971 والذي شهد التآم شامل الإمارات السبع في دولة واحدة وهي دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان النهيان والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق للتحاد واستندت العلاقات بين البلدين إلى أسس الشراكة الاستراتيجية منذ ذلك التاريخ تمتاز العلاقات المصرية الإماراتية بأنها قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة وتتضافر جهود الدولتين في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام ودعم جهود استقرار المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات وشهدت السنوات الأخيرة تنسيقا وثيقا بين الدولتين وذلك تجاه القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية أما على الصعيد الاقتصادي فتمثل الإمارة ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي بينما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية فقد سجلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.2 مليار دولار وذلك خلال الربع الأول من عام 2022 حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات بنسبة 69.15% مسجلة 576.7 مليون دولار خلال هذه الفترة بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية بنسبة 19% مسجلة 642.9 مليون دولار أما على صعيد الاستثمارات فتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في مصر حيث بلغ عدد الشركات الإماراتية بمصر نحو 1250 شركة في مختلف المجالات الاقتصادية الاستراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقري والبنية التحتية إلى جانب الزراعة والتجارة والصناعة وغيرها إذن هي علاقات راسخة وقوية تنشد التنمية والتطورة والازدهار وتعكس تكامل المواقف وانسجام التحركات ووحدة المصير والهدف تحقيقا لمصالح شعبي مصر والإمارات ترجمة نانسي قنقر